نبدأ في إنشاء أول مستند لنا في الورد 2013 فأغلبية المستعملين كيستعملوا برامج معالجة النصوص بحل ميكروسوفت وورد لإنشاء مستندات قصيرة مضمونها في معدم الحالات كيكون النص لهذا غنبدأ بنص بسيط للمستعملين لأول مرة غيستعملوا برنامج بحل الورد هنا في واجهة الاستقبال كندغطوا ببساطة على دوكيمن فيارج مباشرة كنتحولوا الواجهات المستعمل ولمساحة عمل أكبر كنغلقوا لفولد نافيغاسيون واللي يمكننا نحلوه انطلاقا من الانجلي أفيشاج من اللي نحتاجه لاحظوا معي في العرض الافتراضي من اللي كنحلو الورد هو المود باج وباش نتقربوا كتار من النص دينا غنخدموه ان مود بغويان يمكننا تفعيل هاد المود دافيشاج انطلاقا من الانجلي دافيشاج وفي مجموعة أفيشاج كندغطو على بغويان كمستناد غن لاخد اون لاتخ دو موتيفاسيون على سبيل المثال دينا واب ديزينار المستناد اللي غتلقاه في ملف الموارد شابيتر دو تحت اسم لاتخ دو موتيفاسيون 1 وباش من ديعوش الوقت غنقوم فقط بنسخ الرسال اللي عندي بالتالي هادا هو النص دينا ولو كملنا كتابة النص لازم نعرفه بلي دائما يمكننا نقومه بالتغييرات او الاضافات لاحتاجينها فمثلا لابغينا نضيفه محتوى اخر للنص واللي يمكن يكون كلمة او عبارة او غيرها يكفي نضغطه في المكان اللي بغينا نضيفه في هاد المحتوى وبتالي كنكتبوه بكل بساتة مثلا احنا قبل كلمة موسيو غنضغط وغنكتب مادام بكل سهولة كتلاحظو بلي كلمة موسيو كتنحاز وكتبقى عدنا في النص كذلك لا مانع في حالة بغينا نعود عبارة بعبارة اخرى مثلا بغينا نبدل عبارة دينا بعبارة جديدة واللي هيا جو بغينا نقوم بحادف كلمة او عبارة مثلا كلمة او ارغانزاشن اللي عدنا في النص يكفي نختاروها ومن بعد نضغطو على الزر سيبريمة في لوحة المفاتيح دينا كما كتلاحظو النص دينا يمكننا نقوم فيه بتعديلات اللي كتنسبنا سواء تعويد او اضافة عبارة ما او حت الحدف ديالها المستند دينا وورد سجل جميع المعلومات المتعلقة بلى ميزان فوم واللي هما خسائص غير قبل الطباعة واللي كنسميوها بلكاعاكتاغ دي كوندخول بالضغط على هاد رامز اللي ادنا فرونج لأكوي كنتمكن ينشوف هاد الكاعاكتاغ اللي كيبنيو النص دينا غالبا لإضافة مسافة ما بين فقرات النص او اللي ضبط عنوان في المكان المناسب المبتدئين كيقوموا بالضغط على الزر اسباس عدة مرات وهذا خطأ بتنضيف النص دينا من جميع هاد الاضافات اللي غير ضرورية كنتمكنوا متجنوا بهاد الاخطاء واكيد غنتعرفوا على طرق إضافة ديز اسباس وإدراج ديزالين يمان بل أكتر من ذلك غنشوفوه جميع في الفصل الثالث ميزان باج كتلاحظوا باللي بتفعيل هاد الكاراكتر دي كوندخول كيبلي باللي قمت بإضافة ديز اسباس في هاد ستور باش نجيبهم على اليمن هاد لز اسباس هما هاد النقاط ادان كنمسحهم وكذلك من بعد هاد الفقرات غط عدة مرات على الزر انتخي باش نفرق ما بين السيناتور والنص الرمز اللي كيظهر شبيه بالحرف بمعكوس كيودح لنا عدد المرات اللي يضغط فيها على الزر انتخي كذلك نازم نقوم بالحطف دياله هاد الكاراكتر دي كوندخول كيساعدونا بشكل كبير في فهم طريقة تقديم النص ديالنا خلال كتابة النص ديالي تعملت أني نقوم بعض الأخطاء على مستوى الأورتوغراف ولا كغامر نرجعوا لمدباج كملنا كتابة النص ديالنا والآن غنقوم بتسجيل ديال العمل ديالنا في الحاسوب واكيد كانت حكم تقوم بعملية سجيل كل ما أمكان شيء اللي كيحمل مستند ديالنا في حالة توقع أي طرق الاختيارات اللي متوفردنا للتسجيل هيك الآتي يمكننا نضغطوه على هدلا ديسكات اللي عدنا في البغضوتيك سرابيد وليك تحولني مباشرة لهد الواجهة كاختيار تاني وليك يتعتبر الأسرع هو لغا كورسي كلافي كونترول اس وليك يحولني كذلك للنفس الواجهة آخر اختيار يمكننا نضغطوه على لانجلي فيشي ومن بعدها لانجيستري في حالة أول مرة بغينا نسجلو الناس ديالنا وبغينا نختارو اسم أو موقع جديد للتسجيل فأكيد في هذه الحالة غنختارو الدغطة لانجيستري سو ولا بغيت نسجل المستند ديالي محليا أي في الدسك ديور ديال الحاسوب ديالي أو في انكليوس بي أو لا في كارت ميموار أو لا في دسك ديور اكسترن مرتبط بالحاسوب ديالي أو حتى في انجيزو لوكال ديالنا فهذه الحالة خاصتنا نضغطوه على اوديناتر من بعد ما اختارينا اوديناتر باش نسجلو النص ديالنا كتلاحظو هنا على اليمان عدناها بعض الملفات اللي تم الفتح ديالها مؤخرا والتحت عدنا هاد الزر باركو غير بالضغط عليه مباشرة كتتحلين هاد البواد ديالوج اللي متعودين عليها وعلى ليسر هنا يمكن لنا نستعملو هاد الفولد نافيغاشن ونختارو المكان اللي بغينا نسجلو فيه لمستند ديالنا غنبشي البيورو وفي ملف الموارد كنضغط على شابيتر دو واللي غتلقو فيه لمستند جاهز لابريدو تتبعو معناها التدريب هناك هنشوفو الاسم ديال المستندو اللي يمكن لكم تغيرو او لا تحتفظو به بالنسبة لي غنسم المستند بلتخدو موتيفاشن 1 كتلاحظو بلي غنسجل المستند ديالي على شكل دوكيمون وارد إلا اضغطت على هاد السهم كتبالينا هاد القائمة ديالي فوغما اللي يمكن لنا نختارو ما بينهم الاختيار ديال فوغما ديال مستند جد مهم فمثلا لابغيت نرسل مالات خد موتيفاشن لشركة توظيف او للاي شخص اخر اللي يمكن ما يكونش عندو الورد انستالي في الحاسوب ديالو او لما محتاجش يقوم بأي تغير للنص فهنا كنختارو الفوغما باديف او للنظير ديالها عند ميكروسوفت واللي هي الفوغما اكس بيس دوكيمون نقدرو كذلك نسجلوها على شكل باج ويب تاكست سامبل او الورد انتغيور على سبيل المثال كاتخوان ديسات دوميلتخو هنا غنسجل المستند ديالي على اخر فوغما ديال الورد ونضغط على انغوجيستري الان ولو يوقع اي طارق للحاسوب ديالي فدائما يمكن لي يلقى المستند من بعد ما قمت بتسجيل كيف ما شفنا الان المستند كيبقى مفتوح ويمكن لي الان تمام العمل ديالي على المستند كما كاتشوفو هنا في الباغ ديالي تيبالينا الاسم اللي اعطينا المستند من بعد ما قمنا بتسجيل كل مرة كان ضغطوا على كونت خلاس الحاسوب تلقائيا كيسجل اي اي دافة قمنا بيها بدون ما يطلب منكم تسجلو المستند باسم جديد حيط قمنا بهد العملية مسبقا حيط قمنا بهد العملية مستند حيط قمنا بهد العملية مستند حيط قمنا بهد العملية مستند حيط قمنا بهد العملية مستند